تكنو بلانات انفرماتي لارينت بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة وننسوش كذلك نعرف ما هي الاسباب التي تؤدي بنا الى انقطاع السيرفر او انقطاع الاي بي تي في وكذلك نعرف مجموعة الحويش فاول شيء الاخوان الى بي تي في هو حساب يكون عن طريق الاشتراك مؤدى عنه سنويا تقريبا وكي بدأ ابتداء من 100 درهم 200 درهم اي ما يعادي العشرة او 20 دولار وكي وصل حتى الى 700 درهم اي ما يعادي الى 60 حتى الى 70 دولار وقدينعرفوا اشنا هو الفرق ما بين هاد السيرفر اللي هما رخاص ولي هما شي شوية طالعين في الثامن فكما قلت الاشتراك يؤدى عنه سنويا هاد الى بي تي في منسوش انه كين في بعض الاجهزة اللي كتجيب حال ديري سيبتور كتجي كي يعطيوك اشتراك يعني كيقولو انه اشتراك سنوي وهاد الاشتراكات تختلف عن الاشتراكات العادية اللي كنعملو احنا بواسطة او بالواسطة ديال هادوك البائعين علاش لان هاد الى بي تي في اللي كيكون في ديري سيبتور كيوصل حتى الى 24 شهر او 18 شهر على حساب الاشتراك واللي كيكون انتيجري اذا لما كنت وجهوا عند اي بائع مختص في الزي بي تي في اشنو خصنا او لا اشنو خصو يعطينا خصنا عارفوا الاخوة لان الى بي تي في كي تكون اكتا او اللي يمكن لنا وسمحوا لي كنبسط الاخوة باش كل شي فهم هاد الى بي تي في كيكونو فيه بطريقة ديال اننا باش نوصلوه بالتطبيق لان الى بي تي في الحساب بوحدو هاد نجيو لتطبيق كذلك بوحدو او الى الليكتور او القارئ اللي كيقوم بقراءة هاد الى بي تي في فهنا الاخوة طريقتين شائعتين لما كمشوا عند البائع فخصو يعطينا الاكستريم كود وخصو يعطينا الفيشي ديال الام تروائي وهاد الفيشي كذلك فحتى لما اعطاش لنا البائع هنا خصنا ان ناخدوه نقدروه نحصلو عليه يدويا عن طريق واحد طريقي ان شاء الله فهذا الاكستريم كود اولا اشنا هو الاكستريم كود واشنا هو الام تروائي بالنسبة الاكستريم كود فالبائع كيعطينا ثلاثة ديال الامور اساسية كنطبيوها في كل تطبيق قارئ اي بي تي في لكن كيدعم الاكستريم كود الشيء الاول هو البوغ او السيغذر او الانيا وهذا بطبيعة الحال كيكون عدنا عبارة على الرابط رابط كيعطيه نظرور يخصنا نحتافظ به والشيء الثاني هو اليوزر نايم او النام دياليزاتور على فكرة هنا هاد اسم المستخدم او النام دياليزاتور يمكن لنا نطلبو من البائع انه يشغل لنا اي او اللي يطبي لنا او يعطينا اي ناوم دياليزاتور من الاختيار نحن ولكن الشيء الثالث هو المودة باس او كلمة المورور او الباسورد هذا كيكون ان بشكل افتراضي وتلقائي او اوتوماتيكي من طرف السيرفور اللي كيشغل لنا هاد الالي بي تي في هاد نقطة انتمنى نكونوا فهمناها كان الشيء الرابع في هذا الاكستريم كود هو النام دياليزاتور او اسم القائمة هذا كتقدرون انتو ما تحددوه بوحدكم كيلي ككتب فلان محمد سعيد راشيد يعني اي واحد كيقدر يكتب هذا الاسم الخاص به في النام ديال القائمة وحتى اذا بدنا التطبيق فهذا ما كانش مشكل اذا هذه نقطة فهمناها الشيء الثاني اللي خصنا نطلبو من البائع هو الفيشي ام تروائي هاد الفيشي اشنا هو هو الفيشي بصيغة ام تروائي بحلق نحن احنا ام بي تروائي ام كات ام ام بي كات هاد الفيشي كنحطوه في الهاتف او الا في الجهاز الموراد تشغيل فيه الاي بي تي في وكنديرو له ام بوغتي لهذاك تطبيق الموراد القراءة به هادك الفيشي ديال ام تروائي وبطبيعة الحال كيت تقرؤون القنوات بكل بساطة وبكل سهولة وكذلك نقدروا نقرأه بالفيل سي بالايبو بلاير بالكيكي بلاير بمجموعة هذه التطبيقات اللي كدعم لنا القراءة ديال هاد النوع من الملفات لكن للأسف فهاد القارئات العادية من غير الزيب بي تي في هنا كيكون مشكل لانه كيقرالينا بشكل مسترسل نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطة اجيو نشوفو كيفاش تختار السيرفور المناسب هنا الاخوارة كين واحد مشكل كبير في طبيعة الاختيار ديال هاد السيرفور فكما قلت ان هاد السيرفور كيبدو ابتداء من 100 درهم او من 10 دولار حتى 600 درهم فاشنا هو الفرق بين هاد السيرفور اللي هما غالين وهاد السيرفور اللي هما الخاصين الفرق الاخوة اول حاجة قصة نبازيو عليها هو اتقيق ديال هادك البائع اللي غد يعطينا هاد الإي بي تي في اش علاش قلت اتقيق الاخوار لانه للأسف كيبيعوا لنا ديز إي بي تي في او حسابات إي بي تي في ديال 100 درهم او 10 دولار 500 درهم 600 درهم على اساس انه سيرفور معروف وللأسف احنا رأى غالبا قدروا ما نعرفوش هاد الحويجات لما كناش محترفين ولما كناش عارفين في هاد الضومين بطبيعة الحال فكيما قلت اول شي في اختيار لي بي تي في هو اتقيقه ثاني حاجة اشنا هو الفرق ما بين هاد السيرفور هادو واشنا هو يعني الفرق ما بين هاد السيرفورات اللي هما كيكونوا رخاصين شي شوية وهادو اللي كيكونوا غالين فالسيرفور رخيص بكل بساطة كيكون ما معروفش وكين الناس اللي كيجيوا كيحطوا دي سيت دي سيت عاديين وكيحط فيه البيانات الخاصة بهذا المشغيل هذا اولا بهذا الخادم هذا هنا كيقدر هادك السيرفور انه في اي لحظة ما يبقى الشغال وبالتالي انتك تضيع في هادك السيرفور ديالك في حين ان السيرفور اللي كيكونوا غالين وهنا الاخوة غير نمشي معاكم نوحة نقطة اخرى لسيرفور اللي كيكونوا غالين فكيكونوا ناس حاطين بيانات صحيحة وخاسرين عليهم فلوس باش تكونوا واضحين كيكونوا خاسرين فلوس وبالتالي كالضمن الاستمرارية والضامن هو والله سبحانه وتعالى الاستمرارية ديال هادك الي بي تي في اولا هادك الكونت اللي انت شغلتي في هادك السيرفور اللي هو معروف علاش لان اولا كيبازيو على السمعة وثانيا يعني كيبازيو على امور اخرى لان مدام انت عندك احد البيتجي حاطه في هادك السيرفور او لف هادك السيت اللي يمشغل لك هادك الخادم فما يمكنش تسمح لي انه يطيح وبالتالي كيضمن الاستمرارية ديال هاد لسيرفور هاده واش هاد لسيرفور بحال بحال تقريبا تقريبا اخوة ما كين السيرفور احسن من سيرفور الا في بعض الامور اللي كيختلف بها كل خادم عن الاخر مثل القاليتي ديالليماج ممكن هاد السيرفور يكون احسن او متوفق في هاد الباقة عن الباقة الاخرى ممكن ان السيرفور الاخر يكون في طريقة الترتيب مختلف عن السيرفور الاخر علاش طريقة الترتيب لان هنا كاتبازة او تبنى مسألة ترتيب هاد الخوادم على حسب هادك المشغل او الباع الرئيسي اللي باع لنا هادك السيرفور واش هو مغريبي جزائري فرنسي فكل شخص في كل دولة فيركز بشكل كبير على اعطاء الاولوية القنوات الخاصة بالبلد دياله سيرفور اللي هما عاديين وخدامين ولكن اجيو نتعرفوه على واحد مسألة خطيرة اللي ما كنا نعرفوها او اللي خصنا نعرفوها ضروري في اختيار هاد السيرفور اول حاجة هاد الناس اللي كي وزعو او اللي كيكون عندهم سيرفور فكيشري المساحة فما هي المساحة الاخوة بحل كنا نهضر هنا بالجيغا ولا بالكاباسيتي المساحة الاخوة هو على سبيل المثال انني ابيعوكم سيرفور فيه مليون مشترك يعني مليون حساب يعني مليون مشترك اللي غادي يشريو من عندي هاد السيرفور هناش كيوقع الناس اللي ما فيهم مثلا كنقولوها التغا او للسيرفور اللي هما ما معروفينش كيبيع عندو مليون مشترك المساحة كتهزليه فهذاك السيرفور مليون مشترك اش كيدير هو كيبيع مليون وربعمائة الف مشترك انت فاش كتبدا تخدم بشكل عادي كيجيك السيرفور انه هم زيان مكينش تقطعات الامور كلها تتشاغل بسلاسة مكينش مشاكل ولكن لما كيكون ضغط يعني السيعة ديال هاد السيرفور هي مليون احنا كنوليو شغالين مليون ونص ديال الناس وبالتالي هنا قتوقع تقطعات فاش نخفي دير البائع اللي عندو ضامير في هاد الحالة هو انو كيبيعك سيرفور بالتامان وانت كتشري هادك السيرفور فيه مليون مشترك وانت ما يبطابعة الحال ممكن لناش حنا نعرفوش حال عاطينو ديال المساحة فهو كيبيع منها مية او تسعمائة وثمانين الاف ولا تسعمائة وسبعين الاف ولا تسعمائة وستين الاف كيقدر ميك وصلش هديك المليون مشترك اللي اخده هو الاخوة على اساس ان الناس اللي زابوني او المنخرطين كيبقوا تتبقى لهم المساحة ديال 30 الف او 20 الف خالية وبالتالي كتضمن انه ما كتكونش تقطعات بواحد نسبة في حالة ميلا كانت شروط اخرى متوفرة اللي غادي نتعرفو عليها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ولكن اذا كانت كما قلت هذا المليون ونص فاكيد ان المساحة لا تكفي وبالتالي كتكون تقطعات وكتكون مجموعة ديالامور فانتمنى تكونوا اعرفتوا ديالحويجات فمشي معاكم من نقطة اخرى هو كيفية الحصول على هاد الفيشي ديالام تروائي هاد الفيشي ديالام تروائي يا اخوان كما قلت كيتكون من الرابط هو الو بوغ او الو سيرفور اللي قد لكم في البداية وكيتكون من اليوزر نايم او اسم المستخدم او الناود يوتيليزاتور وكذلك يتكون من كلمة المعرور اللي قلنا انها ضرورية ومؤكدة فكيفاش كنشغلو بهذه المسألة كيكون واحد الرابط رابط خالي يعني رابط وكان ملقو فيه هاد الحقول ديال الكتابة فكل الحقل كنحطوه كان بدوه بهذاك الو سيرفور للرابط وكان بدوه بمسألة وكانت تبعوه بمسألة اليوزر نايم ثم بالباسورد وبالتالي مباشرة لما كتكون عندنا هادك الرابط فكان كوليه في اي متصفح فيتم تنزيل الامتروائي بكل بساطة دون ادنى جهد مباشرة بعد الدخول الى اول نتيجة لكي اعرض علينا المتصفح اذا اجيوا نشوفوا الاخوة ما هي الاسباب التي تؤدي الى انقطاع الانترنت او الانقطاع السيرفور اول حاجة هو اختيار السيرفور المناسب والاخوة قد اختاروا سيرفور سواء ديال 100 درهم او 200 او حتى ديال 600 درهم راهي لكانت تقطعات احيانا فكتقدر تكون ولكن ممكن الى كان السيرفور مزيان وتقطعات مأكدين انها ماشي من عندهم هنا خصنا توفروا احنا على مجموعة ديال الشورط اول شرط هو الانترنت الانترنت الاخوة يفضل انه يكون 12 ميجر فما فوق باش نقدروا انه توفقوا في مشاهدة الباقات ديالنا بكل بساطة وبكل سلاسة ودون تقطعات المسألة التانية الاخوة هو اختيار جهاز وهذه مسألة مهمة جدا فكيني الناس كيشري على سبيل المثال تيفي بوكس بميتين درهم وكيقول لك على انه هال تيفي بوكس ديال ميتين درهم بحاله بحال ديال 600 او 700 درهم ولكن ماشي بحال بحال الاخوة لان الكاركتوريستيك ديال هذا الجهاز ماشي هي ديال هالجهاز بحاله بحال هواتف بحال اي جهاز وبالتالي كيكون تقطعات كتكون بزاف ديال الامور في معالجة البيانات الخاصة باي معطى كنحطوه لهذاك الجهاز سواء كان غالي او رخص او على حسب الكاركتوريستيك كان مزيان كيعالجنا البيانات بكل بساطة وبكل سلاسة كان ناقص وبطبيعة الحال ركيعالج لنا البيانات على قد الحال وهناك كتوقع لنا تشوشات وتقطعات اذا نمشيوا المسألة الثالثة اللي كتأدي بنا التقطعات ومهمة جدا هو الاحتفاظ بالحساب الاساسي الحساب الاساسي يا الاخوة اللي كيعطيه لنا البائع فما خصلاش نبارتاجيه مع اي شخص لاننا قدروا نكونيكتي واحتفى 20 جهاز ولكن لما يدخلوا جوج في آن واحد فانا كنتفرج في القناة الفولانية وصديقي او اخي في الشقة الاخرى يتفرج في القناة الفولانية بنفس الحساب هناك توقع تقطعات وبالتالي يرجع الاحتفاظ بهذا الحساب وعدم مشاركته مع اي شخص يعني وحتى انت يعني لنفترض انك تشغله في الجهاز وفي جهاز الهاتف فلما تشغله في الجهاز تفير في جهاز الهاتف ولما تشغله في جهاز التلفزيون في الهاتف تفير في جهاز التلفاز حتى لا تكون هناك تقطعات ورابع حاجة الاخوان هو التطبيق هنا التطبيق حاجة مهمة للتشغيل او للشغال عفوا بهذا الاي بي تي في هنا التطبيق الاخوات تتمقاسم الى قسمين باش يكونوا واضحين كينا تطبيقات اللي هي مجانية وكينا تطبيقات مدفوعة على شكل قوي بعض الناس كي اكتيفين دي سيرفر دي سيرفر سواء غالين او لا رخاصين في التامان وكي يقول لك على انه غادي تأدي 51 درهم سنويين ديال هذا التطبيق هنا هذي مسألة مهمة جدا لان الناس كيتعاملوا بدكاء مع هذا الامر هذا فالتطبيقات المجانية بطبيعة الحال كيكون عليها ضغط كبير على اعتبار انه بزاف ديالناس كيشتغلوا بيها وبالتالي كتكون تقطعات في حين انه لزي بي تي في او لليكتور كيكونوا مدفوعي للأجر هناك يكونوا معليهم مش ضغط كبير وكذلك حتى المطور يهتم بهم بشكل كبير وبالتالي كان ضمنوا مسألة عدم وجود تقطعات من هذه الناحية اذا خليونا نعرف واحد مسألة اشنا هو التطبيق التطبيق الاخوة هو اي اي ابليكاسي وكتقرأ الى بي تي في وهالتطبيقات كيما قلت الاخوة كتنقاسمي الى قسمين سواء كانت مجانية او مدفوعة هو التطبيقات او ثلاثة اقسام تطبيقات اللي كتشغل غير ام طروائي وهنا قلت سابقا اننا كنديروا لأم بوغسي كنحطوا لهذاك الام طروائي في اي ميلف داخل اي جهاز مرات تشغيل فيه الى بي تي في وكنا نعطيها الوطوريزاسيون ستوكاج وبالتالي كمشون نديروا ام بوغسي او لاب بارتعجي لهذاك الام طروائي وكنا نشغلوه بشكل عادي في هذاك تطبيق سواء كان مجاني او لمدفوح هناك دائما افضل المدفوح ثاني حاجة هو التطبيقات فقط لكتشغل غير الاكسترام كود اللي كتطلب لنا هذوك الربعات الحويجات اللي قلت اساسيين اللي هما الباسورد والنون دي تيليزاتور ودهك البورو ولا السيرفير ولا اللي ايه واسم القائمة او النون دولا بليليست هذو اربعاتي الحويجات كنو ندخلوهم في كل تطبيق باش نشغلو بهذا نسأله كين تطبيقات الثالثة وهي الافضل واللي كتدعم تشغيل مجموعة من الصياغ ركين صياغ اخرى ومن ضيمنها الام طروائي والاكسترام كود في نفس الوقت وهذه التطبيقات يعني كتتيح لك حرية الاختيار بين الام طروائي ولا الاكسترام كود والام طروائي دائما كتكون اسهل لنا خاصة كمكفوفين من حيث يدخل مجموعة ديالبيانات فكذلك حتى هذالام طروائي على سبيل ذكر التقطعات الاخوان حتى يخصنا من بارتاجيوهش لان ولو انها كتكون في شي بصيغة ام طروائي فهي تابع السيرفير ديالنا فإلا قدرنا اننا نغيره موضباس او الانوديوتيليزاتور لأي حاجة داخل هذالك الحساب ديالنا فتلغى الميلف او يلغى الميلف الخاص بالام طروائي وبالتالي يصبح غير الشغال لاننا غيرنا شي حاجة مسألة اخرى هو واش نقدره نبدلو الموضباس نقدره نبدلو الانوديوتيليزاتور لا حاجة واحدة اللي كنت تبدل هو الانوديوتيليزاتور ولكن للأسف هنا احنا مشيحن اللي كنتحكم فيه في هذا البائع هو اللي كنتحكم فيه وبالتالي علاش قتلكم خسكم تشوفوا بائع تيقة لانه يقدر يبدأ يتواصل معاكم على طول ولو انكم مشترتوا السيرفير فيما بعد في امور اخرى فعلى سبيل المثال اخوة بتجربة او يعني عن طريق تجربة متواضعة نحصل لليوم توقف في السيرفير لانني كنت قمت بتغيير بعض المعطايات وبالتالي كان ضروري خسين تواصل مع الشخص الذي قام بتشغيل اي بي تيفي لأول مرة لكن عامل اخر اخوة في مشكلة التقطعات هو دينيس هذا عامل اساسي الى كانت ضروف كلها ملائمة ومناسبة وما فيهاش مشاكيل يعني ضروف الانترنت الجهاز مزيان الى اي بي تيفي مزيان لانه اخوة ما نعرفوش احنا السيرفيروش عليه ضغط ولا لا كانت هاد الامور كلها مزيانة هنا اخوة نمشيو البخوكسي داخل الوي في مشيو الوي في ومشيو الاعدادات الخاصة بهديك الشبكة اللي احنا متصلين بها سواء على الهاتف او لا اي جهاز اندرويد تيفي وندخلو للديانيس ونغيرو نلقاو في الاخير جوج ديال المربعات ديالكتابة فنقدر نغيرو في الديانيس الاول نكتبو فيه 8 نقطة 8 نقطة 8 نقطة 8 نقطة 8 نعود المربع الاول 8 نقطة 8 نقطة 8 نقطة 8 نقطة 8 نقطة 8 نقطة 4 نقطة 4 باش نكونوا تغيرنا من الديانيس اللي احنا شغالين به الواحد ديانيس ديال جوجل وهاد ديانيس الاخوة اللي كيعرفوا هاد امور راح ديانيس جميل جدا وخفيف وتشتغل فيه الانترنت بدون ادنى مشاكل اذا هنا كنظن ان الرؤية توضحات فانتما كيبقى لكم الاختيار هل تختارون سيرفورات اللي هي عادية او لا سيرفورات اللي هي يعني غالية التمن او مرتفعة التمن هناك بعض سيرفورات اللي معروفين بحل فريفر الكوبرا هادو سيرفور اللي معروفين انهم كانوا معروفين انا معرفش حالي واش هما مازالين فنفس الجودة او اللي كانوا معروفين كيقدموا يعني جودة بنسبة الصورة ومجموعة ديالامور او اللي تشغلو بدي سيرفور اللي هما عادين ديال الدراوش كين مزاف دي ناس كيشششششششش شغلو بهدل سيرفور وخدامين عادين ما كينش اشكال كي يقلك على انو يشششششششش بسيرفور بعشرين دولار يلا مش مشكوشين مشكوش كي يعود سيرفور اخر وهذه السيرفور كذلك راكين فيهما الإخوة اللي ما كيتخطعوش نادرة ما كتلقى تخطعات وهذا أمر طبيعي جدا بالنسبة للتطبيقات اللي نقدر نصحكم بهالإخوة كانت تطبيق E-pop player هذا تطبيق هذا عام أنا كنتصح بهالإخوان بشكل عام مشين مكفوفين لأنه جربت واحد نسخة منه كان واحد إشكالية بسيطة في عدم في إمكانية الوصول كانت تطبيق Pop player كانت تطبيق Virginia TV بالنسبة للإخوة اللي عندهم الـ Android TV واللي عندهم الـ IOS واللي عندهم الـ Web OS واللي عندهم Tizen هالتطبيق جديد وكان في مجموعة ديالستورات اللي تقدروا تشغلوا به فيما يخص التطبيقات اللي حاليا كنشوفها متوافقة مع إخواني مستخدمي قريقة شاشر إخوان مكفوفين كانت تطبيق IP TV Pro هالتطبيق هو مدفوع في الحقيقة والثمن دياله حوالي 36 درهم مغربية أو 37 درهم مغربية أي ما يعادل تقريبا أربعة دولار أو أربعة أورو كين تطبيق الـ IP TV الـ IP TV Extreme Pro هذا تطبيق الإخوة هذا تطبيق رخيص ومتوافق مع قريئات شاشر هو تطبيق حوالي واحد دولار تقريبا هذا تطبيق مدفوع وغنخلي لكم تطبيقات يعني غتشغلوا بها مجانا بالنسبة الـ IP TV Pro النسخة أولى غضيتلقوهم بطبيعة الحال إما غيخليوا لكم الإخوان في صندوق الوصف وغتلقوهم كذلك في رابط قناة تيك برو على تيليجرام إن شاء الله تطبيق IP TV Pro نسخة قديمة تشتغيل بالـ M3U فقط تطبيق IP TV Pro نسخة جديدة تشتغيل بالـ Extreme Code بالـ M3U ثم تطبيق IP TV Extreme Pro لمن أراد الشراء لأنه يعمل تقريبا واحد دولار فقط تقريبا هذه هي أهم المعلومات التي يخصكم يخص نعرفه جميع في اختيار السيرفر المناسب وكيفاش نعرفه ما لنا وما علينا لكن أي استفسار أو أي أمر طلبوه منا في صندوق الوصف وكذلك يتواصلوا معكم الإخوة وننتمنى إن شاء الله نخليكم بي خير وعلى خير وخليت لكم الراحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته